اختتمت فعليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني EDU Tech التكنولوجي بالمشاركة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ ويهدف المعرض لتعزيز سبل التعاون المستمر لاستثمار في العنصر البشري وتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب لمؤكبة التطورات العالمية بشعار اصنع مستقبلك اختتمت فعليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي EDU Tech بالمشاركة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ عرفنا ولادنا واولياء امورهم اللي مهتمين بيفكهوا في التعليم الفني ان لا مش لازم تروح الجامعة لكن تقدر تشوف انت بتحب ايه والحاجة اللي انت عندك المهارة بتاعتها تقدر تتعلمها وتنمو وتحقق مستقبل باهر ان شاء الله نقطة تانية هي ان طيب افد انت بقى دخلت تعليم فني لكن عاوز تكمل برضو في التعليم الجامعي طب احنا الوقتي بنقول تعليم في مدائس فنية تطبيقية في مسارات تعليم فني مختلفة في مصر التعليم الفني المزدوج في شراكات دولية مع العالم زي ما حداك شايف كل بلاد العالم تقريبا موجودة والشراكات الدوليين موجودين معانا احنا ابدأ وجودها في هذا المعرض الملتقى بنسخته التالتة احنا المعرض ده بيتنفس تحت رعاية ابدأ وده اندل على شيء يدل على مدى ايمان ابدأ واهتمامها بالعنصر البشري واهميته في تطوير الصناعة العنصر البشري يعتبر هو الركيزة الاسسية اللي احنا نقدر نبني عليها نظام صناعي ومنسمى نظام اقتصادي قوي في مصر ان شاء الله في اطار جهود مبادرة ابدأ يأتي المعرض والمنتدى لتعزيز صبل التعاون المستمر للاستثمار في العنصر البشري وتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب لمواكبة التطورات العالمية ان الوزارة العامة اطلقت مشروع مهنة عشرين تلاتين وهو خاص بتطوير منظومة التدريب المهنة على مستوى الدولة بكل عناصرها قياس المهارة الحقائب التدريبية المدرب المتدرب مراكز التدريب الأدوات الجدارات بتاعت المهنة تصنيف المهن كل ده بالكامل اشتغلنا فيه بمنظومة الكترونية بتشمل كل الكلام ده بحيث ان التعامل مع ترخيص مراكز التدريب يتمي الكتروني البرتفايلو بتاع المتدرب موجود الكتروني الاعمال بتاعت المتدربين وقياس مهارتهم كلها برضو موجودة الكتروني وكان الهدف من ده ان احنا نعمل اعادة احياء البرند العامل المصري احنا نعتبر الجسر ما بين المجتمع الاكاديمي متمثل فيه مدارس التعليم الفني والجامعات التكنولوجية وفي نفس الوقت مجتمع اصطناعة او مجتمع رجال الاعمال احنا دايما بنبقى الجسر ما بين المجتمع اصطناعي والمجتمع الاكاديمي على مدار ال 14 سنة اللي فاتوا قدرنا ان احنا نصدر ل22 دولة علشان احنا بنركز جدا جدا لرفع الصادرات قدرنا نعمل صناعة وطنية بتنافس الصناعة الاجنبية قدرنا ندرب طلبة كتير جدا 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 مركزين جدا الفترة اللي جاية على التخصصات الجديدة اللي عليها الترند زي الطاقة الجديدة والمتجددة زي الاوتوترونيكس زي الزكاء الاصطناعي اهم ما يميز المؤتمر ان هو توجه ناحية التعليم التكنولوجي فعلا وده كلاما كله للناس المتخصصة ويعنيه تعليم التكنولوجي ويعنيه خلق الفني انا عايزين فني فني متخصص في كل حاجة من انواع الصناعة المختلفة ناقشنا حاجات كتير جدا ناقشنا النظر المجتمعية لخارج التعليم الفني ناقشنا الباثويز اللي تتفتح لخارج التعليم الفني انه زي يكمل في جامعات تكنولوجية وجامعات حكومية ناقشنا احدياجات سوق العمل بالتعليم الفني فلازم يحصل ربط بين الصناعة وبين التعليم الفني عشان يخرج منتج بتهفت عليه الصناعة فكل دي موضوعات حيوية جدا بتنقش في سوق العمل خلال المؤتمر ده المنتدى يتضمن العديد من الجلسات والورش النقاشية بمشاركة اكثر من مئتي خبير ومتخصص من خباراء التعليم الفني والتدريب بمختلف دول العالم